بايدن الذي كرر عشرات المرات ربما مئات المرات في وقاع متعددة أنه لو لم تكن إسرائيل موجودة لاخترعناه له مشهور بهذا التعبير ومشهور بتعبير آخر وهو أنه صهيوني وأنه لا ليس يجب أن تكون يهودي لكي تكون صهيوني وقال أنه هو من أكبر الصهاينة وكرر هذا أيضا عدة مرات قاله في الحقيقة أول مرة ربما قال هذا الكلام على قضية أنه صهيوني ولا يجب أن تكون يهودي لكي تكون صهيوني قاله عندما كان عمره 32 سنة ذكره بهذا الموضوع أمس وقال أنه قال هذا الكلام عندما كان سيناتورا شابا ابن 32 سنة أي قبل 51 عام من الآن لكن ما الذي يجعل والإمبراطورية الأمريكية التي دعمت الكيان الإسرائيلي بشكل غير مسبوق لم يسبق في تاريخ هذا الكيان لم يسبق في تاريخ هذا الكيان أن وقفت الولايات المتحدة إلى هذه الحدود إلى درجة أنا شخصيا من الذين يعتبرونها هي الشريك الأول في هذه الحرب وإسرائيل هي الشريك الثاني أنها هي صاحبة الحرب أساسا ولكن لماذا تنقلب الآن أو ينقلب الموقف خلينا نقوله ينقلب على الأقل جزئيا في قضايا مركزية الحقيقة حدثت تطورات آخرها كان صبيحة هذا اليوم بالمناسبة فقط نقول لي إخواني أن هذا الحديث اليوم كان المفروض مثلا اليوم نعلق على اليوم الذكرى الرابعة لوضع تبون على ثرم السلطة في انتخابات معرفة بـ 12-12 وهناك أيضا قضايا أخرى مثلا اليوم كان فيه أمس ضربة شديدة لماكرون ولوزير المتطرف الإسلاموفوض عندما رفض مشروعه للهجرة مشروع قانون كان سيكون ضد المهاجرين وشيء أخرى كثيرا أنا في الحقيقة في موضوعي اليوم سيكون فقط على هذا الموقف الأمريكي المتغير تغيرا جوهريا أكاد أقول الإنقلاف الموقف الأمريكي ماذا حدث اليوم؟ ما هي القطرة التي أفاضت كأس الإدارة الأمريكية؟ طبعا هذا الموقف تراكمي يعني لم يحدث اليوم اليوم ظهر إلى العلن ولكن هو تراكم مع الأيام لكن اليوم حدث شيء وهو أن نتنياهو خرج وأدلى على مواقع التواصل الاجتماعي أدلى فيديو دار فيديو خلينا نسمعوا جزء منه قام بهذا الفيديو نعم لتدمير حماس من أجل إعادة المخطوفين أخذنا دعما كبيرا أيضا من أجل وقف الضغط الدولي هناك خلافات حول اليوم بعد حماس وأمل أن نصل إلى اتفاق أنا أوضح موقفي لن أعطي لإسرائيل خطأ أصله أن يعاد وأيضا لن ندخل إلى غزة من يربي على الإرهاب غزة لن تكون حمستان أو فتحستان دعما الأمريكي الدعم الأمريكي أيضا من أجل إعادة المخطوفين قال بصرح العبارة قال أشياء كثيرة جدا أهم ما قال وأنه قال أن هناك أنه يشكر أمريكا والدعم الأمريكي والدعم الأمريكي يساعدنا في كل شيء في الحرب وفي الموقف الدولي والديبلوماسي لآخره لكن قال إحنا مختلفين وممكن نتمنى أن نصل إلى حل هو كيف تدار غزة بعد القضاء على حمس هذا واحد الأمر الثاني الذي قاله اليوم قال لا يوجد حل الدولتين ولن نكرر خطأ أصله وما يوجد حل الدولتين وأشار إلى أنه قد يخوض حرب ضد جماعة عباس سلطة عباس وهي ميليشيات عباس في الحقيقة هذه النقطتين قضية غزة كان خرجت عليها الخلافات ما بين المسؤولين الأمريكيين ونيتونياهو والمسؤولين الإسرائيليين علنا عدة مرات لكن بالنسبة للأمريكيين يقول لك على كل نتونياهو هذا سيسقط بعد الحرب وقد يسجن حتى والحكومة اللي يجي من بعد هي اللي رح ينقرر معها مصير غزة وبالنسبة للولايات المتحدة مصير غزة هو أن تكون هناك قوات عربية أو دولية أو معاً بمعنى قوات من مصر أربما من الإمارات والسعودية وكل الأنظمة العربية الخانعة والتابعة الأذناء يعني ممكن خمسة سد والعربية على الأقل وممكن أيضاً أن تكون معهم قوات من النيتو وفي أسوأ إذا ما مشاش قوات النيتو تمشي القوات العربية فترة انتقالية تجي جماعة عباس بعد أن يتم إصلاح السلطة الفلسطينية ممكن الإطاحة بعباس والإتيان برئيس وزارة أو اللي رأي اليوم أو بدحلان أو بأي شخصية ترضى عليه الولايات المتحدة وإسرائيل ويحكم غزة والضفة الغربية كما هي محكومة اليوم الضفة الغربية بما على أن يتم توسيع الميليشيا الفلسطينية الموجودة في رام الله عاصمة رام الله إلى غزة فتكون في خدمة إسرائيل وتكون أيضاً كأي نظام عربي مثل السيسي أو بن سلمان أو تابع يعني للمصالح الأمريكية والإسرائيلية هذا هو الموقف الأمريكي ومعلن لكن هذا في خلاف مع نتنياهو ومع الذين مع نتنياهو في خلاف وخلاف شديد إذن موضوع غزة وموضوع ما بعد القضاء على حماس لأنهم يتصوروا خلاص قضاء على حماس وراح ينقروا مصير غزة والنقطة الثانية إذن على الضفة الغربية اللي في اعتقادي القطرة التي آخر قطرتين كانت غزة ولكن آخر قطرة يعني القطرة ما قبل الأخيرة كانت غزة حول مصير غزة لأنها كررها اليوم نتنياهو لكن القطرة الأخيرة كانت تهديده بأنه سيهاجم السلطة الفلسطينية ويسيطر على الضفة الغربية بمعنى لن يكون احتلال غير مباشر كما هو الآن لن يكون تنسيق أمني إنما يعود يسيطر عليها كما كانت من قبل هذه بالنسبة للولايات المتحدة اعتبروا بأن نتنياهو والجمع اللي معاه وصلوا إلى مرحلة الجنون اختمها نتنياهو بعبارة تبانت وكأنها استفزاز علني للإدارة الأمريكية ولبايدن شخصيا لأخطر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة في دعمه لإسرائيل هو بايدن أكبر وأخطر وأبشع رئيس هو بايدن مع ذلك كيف اختم نتنياهو الكلامه اليوم أو وش قال في كلامه قال إن بن جونيون مؤسس هذا الكيان أو الرئيس لهذا الكيان ويعتبره هو أعظم عظماءهم قال إن بن جونيون كان كان زعيما جيدا وقويا ومن الذين أسسوا إسرائيل ولكنه في الأخير خضع للإدارة الأمريكية إن أي رئيس وزراء إسرائيلي يخضع للإدارة الضغوطات الأمريكية في النهاية لا يحق له أن يحكم إسرائيل وأنا لن أخضع للضغوطات الأمريكية قناعة الراسخة أن هذه وستتبين مع الأيام ساعات والأيام القادمة أن هذه فيما بعد وصلة الإدارة الأمريكية ممكن اجتمعوا بسرعة وقالوا بأن هذا الرجل قد وصل إلى مرحلة الجنون حرب هذه نحن الذي نموّلها 14 مليار دولار الآن وفي حديث على 20 مليار دولار أخرى أو أكثر ومساعدات مباشرة وغير مباشرة نحن الذي نوصل له باستلاح أرسلنا 10 ألاف طن من آخر تكنولوجيا القنابل والأسلحة في 200 طائرة نحن الذي أرسلنا له مستشارين خبراء كبار بما فيهم جنرالات نحن الذي أرسلنا حاملتين للطائرات زائد بورج حربية بلا حدود نحن الذي وضعنا قمارنا الصناعية ووضعنا الدرونز ووضعنا كل المنطقة الآن تحت التجسس الأمريكي اللي رأنا نمده للإسرائيليين نحن الذي نقف أمام العالم وآخر وقفة كان في مجلس الأمن بحيث أن الولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي عارض القرار بريطانيا سكتت حتى فرنسا الصهيونية في زمن ماكرو وماكرو كبار صهينا كانت مع قرار وقفة طلق النار نحن الذي نتلقى غضب شعبي أمريكي وصل إلى مهاجمة بايدن عدة مرات في أماكن متعددة بالكلمات بطاعة الحال ولمسؤولين أمريكيين وكونغرسمان ووزراء إلى آخره نحن الذي يشتمنا العالم أجمع ومع ذلك يخرج هذا المعتوه هذا المجنون يقول إن أي رئيس وزراء إسرائيلي يخضع لضغطات الأمريكية لا يحق له أن يكون رئيس وزراء هذا جنون بالفعل هذا جنون عظمة هذا هو النرجسية المرضية هذه النرجسية المرضية أو نارسيسيست الإنجليزية والفرنسية هذا هو جنون العظمة خرج قبل أيام أحد الجنرالات الإسرائيليين قال لولا السلاح الأمريكي لما استطعنا أن نخوض هذه الحرب وقال إن أكبر سلاح نخوض بهذه الحرب هو السلاح الأمريكي لأكبر كمية وقوة وتكنولوجيا إلى آخرها والكثيرين يعرفون بأن بدون أمريكا ما كانت إسرائيل لتعيني الحرب وأن أصلا إسرائيل لم تعيني الحرب يوم 8 أكتوبر إلا بعد أن أخذت الموافقة الأمريكية لأن تعرف أن الحرب هذه كانت قد ولذلك أرسلت الطائرات البوارج الأمريكية وحاملة الطائرات باش توقف إيران وحزب الله وكل اللي ممكن يفكروا في مساعدة غزة وقفتهم وبالفعل استطعت أن توقفهم كل ما هو موجود هي مناوشات الآن صحيح أنها مناوشات مزعجة سواء من حزب الله أو من الحوثيين لكنها تبقى مناوشات يعني لم تذهب إلى الحد اللي كانوا يتكلموا فيه مثلاً في فترة معينة على وحدة السحات ما بين ما يسمى بالمقاومة أو بقوى المقاومة إذن بالنسبة للولايات المتحدة تتحمل مصاريف مالية وفي صمعتها التي تتدهور ومشاكل دبلوماسية ومخاطر انقسامات داخل الإدارة الأمريكية داخل كل هذا ثم يخرج نتنياهو يهاجمهم في قضايا مركزية ثم يهاجمهم أيضاً بمعنى أنا ما نحتاجكمش وما نقدرش نخضع لضغوطاتكم إلى آخر فقالوا هذا جنون فخرج بايدن بعدها بساعات ليقول خلنا نشوفو واش قال بايدن بصريح العبارة قال علينا أن نوحد الإسرائيليين الإسرائيليين بطريقة تقود إلى اختيار الدولتين هذا بايدن هذا قالها اليوم هذا هي اللي أثارت كل هذا الانقلاب في الموضف يعني لا ترتكب اختار ارتكبناها في 11 سبتمبر فلم يكن هناك مبرر لفعل أشياء كثيرة كاحتلال أفغانستان الآن راح فيه حديث كثيرة هذا موضوع في حد ذاته كبير تأفغانستان يمكن لإسرائيل اعتماد على دعمنا ودعم أوروبا والعالم ولكنها بدأت تفقده بسبب القصف العشوائي لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا نخترع واحدة لا يمكن لنتنياهو القول إنه لا توجد دولة فلسطينية على الإطلاق في المستقبل على ننتنياهو القيام بتحركات لتعزيز السلطة الفلسطينية وتقويتها هذا من بين الأشياء اللي قالها قال أشياء أخرى كثيرة ما زال ما خرجش في الإعلام كله من بينها بمعنى ما زال ما اشتهشنا في فيديو كامل أو في مقال كامل من بينها قال إني أخشى على سلامة اليهود في العالم أجمع إذا استمرت الأمور كما هي الآن إذن أشياء مباشرة قالها ننتنياهو اليوم أخرجت الرئيس الأمريكي عن عقله وجعلت تلك الخلافات التي كانت في الخلف في الكواليس في الغرف المغلقة تظهر إلى العلن وتظهر بشكل فضيع لأنه من بين الأشياء اللي يقولها له أيضا يقالها يقول له عليك بتغيير الحكومة نتنياهو التخلص هذه أكبر حكومة متطرفة وقبل أن ندخل عندكم بدقيقتين كنت نسمع فيه خبر يقول لعله يكون جابته إحدى القنوات بل لكن الجزيرة الجزيرة دايرة غطية رائعة في الحقيقة هي أفضل من يغطي قضية غزة منذ أن بدأت يقول له ذكر بنغفير بالأسم بنغفير هذا الصهيوني اللي هو من أصول عراقية بالمناسبة وهو من أكبر المتطرفين الصهاينة هو وسموتريتش بنغفير هذا وسموتريتش يحضرون وحضروا تعذيب الرجال والنساء والأطفال داخل السجون يعني مراض يعني هذه حكومة تعمرض وهذا الكلام مش من عندي كلام من عندي حتى قادة من قادة هذا الكيان الصهيوني سواء رئيس الزراء السابق يهود باراك أو أولمارت أو لبيد زعيم المعارضة الآن أو جنيرات سابقين أو زراء سابقين قالوا هذه مجموعة من القتلى ومن المجنين يحكمون إسرائيل وهذه حقيقة سابقين